نظم محامو الجزائر العاصمة وقفة احتجاجية ثانية أمام مجلس قضاء الجزائر للتنديد بما وصفوه بالتجاوزات التي مست حقوق الدفاع وطلب المحتجون الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل العاجل بالعراقيل المهنية التي تواجه عملهم اليومي حفاظا على كرامة المحامين لليوم الثاني على التوالي تواصل احتجاج المحامين في الجزائر العاصمة رفضا لما وصفوه بالتجاوزات التي مست حقوق الدفاع وتجمع هؤلاء المحامون أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة مرددين شعارات تدعو إلى ضرورة التكفل العاجل بالعراقيل المهنية التي تواجه عملهم اليومي حفاظا على كرامة المحامين وأعلن المحتجون قرارا بمقاطعة جلسات المحاكمة والعمل القضائي لمدة أسبوع داعين إلى فتح حوار جاد لمناقشة مختلف المسائل المهنية اليوم هناك خلل والمفروض على السلطة أن تستمع إلى صوت الشعب أولا ثم تستمع إلى هيئة الدفاع لأن هيئة الدفاع تساهم في بناء دولة القانون وفي تحقيق شروط المحاكمة العادلة هذا هو الهدف داعنا ما نعتقدش بالإحنا كهيئة الدفاع عندنا هدف آخر الاحتجاج يأتي تلبية لدعوة من مجلس منظمة محامية الجزائر العاصمة بعد أن تعرض نقيب المحامين عبد المجيد سليني لما وصفته المنظمة بالإهانة من قبل قاض في مجلس قضاء الجزائر خلال محاكمة رجل الأعمال مراد علمي هذه الحادثة أثارت غضب المحامين الذين شنوا حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي للدعوة إلى تنظيم احتجاج للمطالبة برد الاعتبار لمهنة الدفاع وتوقيف التجاوزات في حقهم وبحسب منظمي هذه الوقف فإن الاحتجاج سيتواصل في الأيام القادمة التي قد تشهد تصعيدا من قبل المحامين للضغط على السلطة بهدف التدخل لوضع حد لما يصفونه بالعراق للمهنية الاتحاد الوطني المحامين سيجتمع غدا من اثنين سيجتمع لقرر مسألة التصعيد والبحث عن وسائل أخرى للضغط ربما ليس للضغط على السلطة بل للبحث عن محاكمات عديلة للبحث عن حق الدفاع للبحث عن حق المواطن في محاكمات عديلة وحقه في الدفاع لأن هذا صارت حلقة مفقودة في هذه المحاكمات وتزمن هذا الاحتجاج مع دعوة من قبل محامين وناشطين للعودة إلى الشارع للتعبير عن رفض ما يصفونه بتجاوزات التي ترتكبها السلطة خاصة فيما يتعلق باستمرار حملات اعتقال ومحاكمة الناشطين ناهيك عن منع الأحزاب المعارضة من النشاط بحجة وباء كورونا كما يأتي تحرك المحامين وسط توسع دائرة الرفض وسط الأحزاب السياسية لمشروع التعديلات الدستورية التي أقرتها الحكومة وهو ما يؤشر بحسب مراقبين على دخول البلاد في أزمة سياسية جديدة من الجزائر ينضم إلينا محمد عبد العزيز الصديق محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة أستاذ محمد عبد العزيز أهلا بك في البداية ما هي أسباب كل هذا التشنج في العلاقة ما بين هيئة الدفاع ممثلة في المحامين وبين السلطة القضائية وهل يمكن القول أن ما حدث هو فقط قطرة أفاضت كأس العلاقة المتشنجة بين الهيئتين أم أن هناك أسباب أخرى أولا مساء الخير سيدي على كل حال بناء على الوقفة الاحتجاجية التي تمت اليوم من طرف المحامين بمجلس قضاء الجزائر والتي جاءت بناء على حادثة التي نعتبرها نحن هي حادثة جد خطيرة ما استر بحقوق الدفاع وهي إهانة السيد نقيب محامي العاصمة نقيبنا الأستاذ عبد المجيد سليني إثر محاكمة في ملف عرضة أمام مجلس قضاء الجزائر تمثلت اليهانة في رفض القاضي طلبات التأجيل في بلف منشور أمام الغرفة وكان أرد القاضي برفض المستميط لطلب الدفاع بالرغم من تمسك الدفاع بحقوقه وبالتالي أتي الحادثات تتعلق بممارسة حقوق الدفاع وهي من الأعمال التي يرح الدفاع أمر ضروري للدفاع على المتهمين من أجل محاكمة عادلة وبالتالي بالمختصر المفيد أن هذه الحادثة نندد بشأنها نندد لأن الإهانة الموجهة إلى السيد نقيب هي إهانة موجهة لجميع السادة المحامون في الجزائر لكن ألاحظ سيدي أن هناك بعض الجهات من أرادت أن تستغل هذه الحادثة من أجل أغراض سياسية ومن أجل توظيفها في غير محلها وبالتالي أنا أرى بأنه أصبح مثلا هناك من رأى أن هذه الحادثة هي مجرد خلاف بسيط ما بين محامي لمتهم وتشخيص هذا الملف على أساس أنه ملف يتعلق بأشخاص معينة لكن المسألة والحادثة ليست هكذا مطلقا بل المسألة تتعلق بالمساس بشرعية الدفاع والإهانة الموجهة إلى السيد عبد المجيد السينيني وهو نقيب المحامين والإهانة التي تلقى أو محاولة إهانته التي نرفضها جملة وتفصيلا من أجل تغفير محاكمة هل هي حادثة معزولة أستاذ محمد عبد العزيز أم أنها ربما تأتي تكرارا لسلسلة حوادث قد يكون تعرض لها محاموة الدفاع وهذه المرة ظهرت للعلن بما أن المعني هنا هو النقيب لا المسألة لا تتعلق بكون هذه الحادثة تعلقت بنقيب المحامين أو تعلقت بمحامي ليس نقيب لا هنا المسألة تتعلق بحماية حقوق الدفاع لأنه أنا لا أريد أن أتطرق إلى موضوع الملف أو من هم الأشخاص الموجودين في الملف نحن نتكلم على محاكمة متهمين نحن نتكلم على إجراء المحاكمة العادلة وفقا لأحكام المدتين العاشرة والحادية عشر من العهد المدني للحقوق المدنية والسياسية ونمارس حقنا الدستوري المكرس دستورا وهو حق الدفاع وبالتالي هناك فعلا بعض المشادات وبعض الحوادث التي تكون منعزلة في محكمة وأخرى لكن لم نجد أنا أعتقد في رأيي أن ما حدث يوم الخميس هو سابق يجب أن تتدخل الجهات الوصية وأنا متأكد بأن الجهات الوصية ومؤسسة الدولة ستتدخل في الساعات القليلة القادمة وسيتم تسوية في رأيي تسوية هذه الحادثة ورد هيئة الدفاع والدفاع هو خط أحمر ويجب توفير المحاكمات العادلة بتمكن الدفاع من ممارسة حقوقه في أريحية في هذا الأساس كانت بعض ردود الأفعال من بينها البيان الذي صدر عن نقابة القضاة والذي رأى فيه بعض المحامين أنه أيضا يحمل بين قوسين بعض التجني خصوصا في إشارته إلى حادثة التي تعرض لها سليني يعني كيف تعلقون من جهتكم على ما قاله نقاب القضاة أنا والله لن أرد فإن السيد الأستاذ ساسي عدنان وهو عضو مجلس نقابة المحامين وهو أحد المحامين المتأسس في هذه القضية وقدم ردا شافيا حول هذه الواقع وأجاب بكل مصداقية وبكل أمانة وشرف عن ما اعتبره هذا الأخير بأن سيد نقيب المحامين وكأنه أراد أن يصوره بأنه قام بالاعتداء أو محاولة الاعتداء وتهدم وتهجم على القضاء وهذا ليس لديه أساس من الصحة لأن المسألة كانت تتعلق بتأجيل هذا الملف من أجل منح المحامين أريحية من أجل أن يقدم المحامي مرافعته في ظروف تكون مناسبة لتقديم دفاعه إلا أن القاضي امتنع عن منح أجل كافي بمعنى أوضح لكسي إيدي تم تدوين بعد الانتهاء من الاستجوابات وبعدما قدم الطرف المدني طلباته المكتوبة وبعد مرافعة السيد النائب العام بمجلس قضاء الجزائر تم فتح باب المرافعات أين تم تدوين أسماء المحامين المتأسسين في الملف وعددهم كبير لذلك لجأ الدفاع بتقديم طلب إلى استمرارية هذه المحاكمة إلى يوم السبت وتمكن أساد المحامين من تقديم دفوعهم ومرافعاتهم في كل أريحية لكن تم رفض هذا الطلب على أساس مواصلة هذه المحاكمة بذلك التقل إلى غاية ساعات ممكن أن تكون متأخرة من الليل ولما رأى السيد نقيب المحامين وتأثر بما كان يجري في ساحة هذه المحاكمة تأثر مما أدى إلى إصابته بوعكة صحية خطيرة أتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله أستاذ صديق في المقابل البعض أيضا أشار إلى المشاكل التي تعترض هيئة الدفاع خصوصا لما يتعلق الأمر بمحاكمة بعض الناشطين في الحراك يعني إذا كان الأمر هكذا مع النقيب فكيف يمكن أن نصف العلاقة ما بين محامية الدفاع وهيئة القضاء عندما يتعلق الأمر ببعض القضايا ذات طابع سياسي على كل حال أنا في رأيي وتحمل مسؤولية صريحي يتم تمكن المحامين من تقديم دفوحهم وهذه أمانة بكل إريحية في الملفات لكن في حادثة من هذا النوع وحرمان حق الدفاع وهو حق المكرس دستورا من التأجيل وتمكنه من مستندات كان مبني عنها الاتهام وحرمانه أيضا من ممارسة حقه الدستوري في الدفاع عن هذه المتهمين في هذه الحادثة أعتقد أنها القطرة التي أفعت الكاس وهذا الأمر غير مقبول ولن نرضى ولن نرضى بتاتا بالمساس بمشتقية الدفاع ولا حتى المساس بحرمة المحامي وإهانته إلى هذه الدرجة أستاذ محمد عبد العزيز صديق أما فيما يتعلق ما عليش في أقل من نس دقيقة لو سمحت أظن ما كنت تريد قولها تفضل كنت أريد أن أقول أن هذه الحادثة سيدي المحترم التي بناء عليها تم تأسيس هذه الوقفات ليس كما ادعوا على أساس الأشخاص الموجودة في هذا الملف أو إلى ما روجوا إليه بل هذه المسألة تتعلق بمسائل دستورية وإي حق الدفاع تتمثل في تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه في ظل محاكمة عادلة وأن هذه الوقفة جاءت ردا على الإهانة الموجهة للسيد النقيب ومن أجل وضع حد لهذه التجاوزات التي يراها الدفاع تجاوزات خطيرة في حقه شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عبدالعزيز بدون المزايدة وبدون التطرق إلى مسائل أخرى محامي محتمد شكرا موصول لكسيين كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا شكرا جزيلا